السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير طلبة وطالبات استفق السادس الابتدائي النهار ده يا ولاد معايا فيديو جديد خاص بيكم فيديو مهم جدا جدا جمعنا فيه اهم البراجرافز او البراجرافات اللي موجودة عندنا في يونت 5 الوحدة الخمسة في منهج الترم الاول ان شاء الله باذن الله اخد باراجرافين وايميل ان شاء الله باذن الله مهمين جدا 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 بس في البداية اتمنى لو لسه مشتركتش معنا في القناة ونورتني دوس دلوقتي على كلمة اشتراك علشان تتابع معايا ان شاء الله كل الفيديوز اللي جاية ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس على زرار اللايك هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اول باراجراف معايا يا ولاد هو بعنوان my sister is ill اختي مريضة بدعت اول جملة وقلت ايه my sister is ill ودي خطها من العنوان اللي موجود اصلا عندك بس في البداية لازم تسيب كده space او مسافة زي ما انا عاملة والمسافة دي بتتساب يا ولاد قبل الجملة الاولى بس مش مع كل جملة بتسيب المسافة دي لأ دي بتتساب مع اول جملة بس تاخد بالك ان اول حرف يبقى capital كبير واخر كل جملة تحط في الستب نقطة فقلت هنا ايه my sister is ill اختي مريضة طبعا عندها ايه طبعا تقول لي كده مريضة وتسيبني طبعا تقول لي عندها ايه she has the flu she has the flu she has the flu she has the flu وبيني وبينك كده نزلة البرد دي كانت شديدة علشان كده هي راحة المستشفى فقلت she is in the hospital she is in the hospital هي في المستشفى she is in the hospital هي في المستشفى she is in the hospital هي في المستشفى وبيني ان هي في المستشفى اكيد طبعا الدكاترة بيبصوا عليها على طول ما مش هيسبوها اكده في المستشفى ومحدش هيسأل فيها ولا كانت فضلت قاعدة في البيت فقلت ايه the doctors the doctors الاطباء see her بيشوفوها everyday كل يوم the doctors الاطباء see her بيشوفوها everyday كل يوم وبيني ان باردو هي في المستشفى اكيد بيدوها علاج ودواء علشان تتحسن وده اللي انا قلته في الجملة اللي بعد كده she takes medicine هي بتاخد الدواء وقلت تكسلي وزودت اس للفاعلة علشان الفاعل عندك مفرد she takes هي بتاخد medicine الدواء بتاخده قد ايه three times a day ثلاث مرات في اليوم three times a day ثلاث مرات في اليوم طب لو حد عايز يقول once a day مرة في اليوم عادي جدا twice a day مرتين في اليوم عادي جدا four times a day اربع مرات في اليوم برضو عادي جدا براحتك المهم يا سيدي ان انت تقولي ان هي بتاخد دواء she takes هي بتاخد medicine الدواء three times a day ثلاث مرات في اليوم طيب هل تتوقع بقى بعد ما هي راحت الى المستشفى والدكاترة بيشوفوها كل يوم وبتاخد دواء ثلاث واربع مرات في اليوم يا ترى هي تحسنت اه الحمد لله نشكر ربنا يا سيدي ان هي تحسنت ودي الجملة اللي انا قلتها بعد كده she is doing better يعني هي بدأت تتحسن today النهاردة او ممكن نشير today ونحط ناو الان بدأت تتحسن ناو وطبعا طالما بدأت تتحسن هل هيثبوها في المستشفى؟ لا خلاص بقى هيطلعوها بالسلامة باي باي فهنقول she will go home tomorrow يعني هي سوف تذهب للمنزل غدا وليا ولاد معناها سوف she will هي سوف go home تذهب للمنزل tomorrow او ايه او غدا زي ما قلتلكم يا ولاد الparagraph ما بيضحفظش انت بتبقى عارف معلومات عن الparagraph او عن الموضوع ده كل ما عليك بس اللي انت ترتب افقارك زي ما انا ما عملتلك كده الاول قلت ان هي تعبانة طبعا ده ايه عندها برد طب الحالة جديدة اه ده رحت المستشفى فقلت هي في المستشفى وطبعما هي في المستشفى الدكترة هيشوفوها كل يوم وهتاخد ده وثلاث او اربع مرات في اليوم طب وبعدين اكيد طبعا الحمد لله بدأت تتحسن واخيرا طلعت من المستشفى وده اللي انا عايزاك تعمله في اي paragraph يجيلك يبقى فيه نوع من التنظيم في الافكار مش مجرد اللي انت تكتب جمل وخلاص ده كده عندي paragraph بعنوان او مدينتي اول جملة قلتها مدينتي كبيرة ونظيفة وصفت مدينتي بحكتين كبيرة ونظيفة بيج اند كلين حد تاني يقولي طب انا عايز اقولي يا تيتشار مثلا ان هي صغيرة عادي جدا my town is small مدينتي صغيرة i love it يعني انا بحبها انا بحب مدينتي جملة سهلة جدا i love it انا بحب مدينتي طب يا طرى بحبها ليه فقلت there are يوجد many places العديد من الاماكن in my town في مدينتي ليه قلت there are لان there are يا ولاد بيجي وراها اسم جمع اللي هو places اماكن جمع يوجد many places اماكن كتير in my town في مدينتي طب انت هتقولي فيه اماكن كتيرة في مدينتي كده وهتسقط ما تقولي يا عم بان انتك فيها ايه جاي استعجبني وجه زورك هنا هي اللي اتنين حاضر فقلت there is يوجد الله طب ليه بقى هنا قلت يا تيتشار there is اصبر علي there is هنا جاي وراها اسم مفرد اهو library مكتبة يبقى there is هيجي وراها مفرد و there are هيجي وراها جمع there is you get a big library مكتبة كبيرة خلوا بالكم انا بوصف المكتبة انها كبيرة ابدأ بالصفة الاول اللي هي big big library طب ايه حكاية ال a دي ال a دي بنحطها قبل الاسم المفرد طب my library دي مفرد يبقى لازم اقول a طب ال a محطهاش هنا قالك لأ طالما في صفة يبقى هتحط ال a قبل الصفة والاسم a big library مكتبة كبيرة a beautiful girl بنت جميلة a tall boy ولا الطويل a short girl بنت قصيرة يبقى ال a ياولاد نحطها قبل الصفة والاسم فقلنا there is a big library يوجد مكتبة كبيرة طب المكتبة دي بتعمل فيها ايه ودي محتاجة يا تيتشار سؤال اكيد طبعا بقرة فيها كتب رفو عليك فقلت i read انا اقرأ books كتب there هناك انا بقرة كتب هناك i read books there i read books there ممكن واحد تاني يقول لي i can انا استطيع read books اقرأ كتب in the library في المكتبة عادي جدا براحتك خالص سبت المكتبة وهتكلم على المحلات بس للمدينة ما فيهاش المكتبة اكيد طبعا فيها حاجات تانية فيها المحلات فقلت ايه there are يوجد many shops ده مش shop ولا محل واحد لا 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 محلات كتير many shops محلات كتير and restaurants والمطاعم يبقى انا الجملة دي ياولاد بتكلم فيها وبعرفك ان المدينة بتاعتي فيها محلات ومطاعم كتيرة there are يوجد many العديد من shops المحلات and restaurants و المطاعم بعد كده يا سيدي بدأت اوصف لك مكان البيت بتاعي فقلتلك my house منزلي near بالقرب من my school يا جماله ولا هركب بقى عربية ولا الكلام ده هروح ماشي على طول my house منزلي near my school بالقرب من مدرستي بعدين يا سيدي في ايه ثاني في المدينة بتاعتك there is يوجد اكيد طبعا هيجي وراها اسم مفرد a big bank بانك كبير طبعا انا عايز اقول بانك بس عادي جدا there is a bank you got bank او a big bank بانك كبير وبعد كده روحت ايه للمكان بتاع البانك فقلت it's انه يكون it's طبعا هنا بتعود على البانك انه يكون between بين the park الحديقة and the library والمكتبة هنا استخدمت ياولاد حرف من حروف الجر طب انا مش عايزة تيتشر اقول between عايزة اقول beside عادي جدا it's beside هو بجانب the park مثلا الحديقة طب عايزة استخدم behind عادي جدا it's behind انه خلف the park الحديقة اي حرف جر يا سيدي استخدمه انا هنا استخدمت between انه بين the park الحديقة and the library والمكتبة بيقول ياولاد write an email to your friend to tell him about your sister who is a pest your name is عماد and your email address is عماد65 at hotmail.com and your friend's email address is samah81 at yahoo.com دي المقدمة كده او العنوان اللي بيدهولك في الامتحان علشان تستخدمه وبناءا عليه تقدر تكتب الايه الايميل بتاعك بص حبيبي لازم اول حاجة تحدد ثلاث حاجات from الاول ياولاد يعني ايه كلمة to to معناها الى to معناها الى يعني الشخص اللي انت هتبعت له الاميل ده مين طب from يا تيتشر يعني ايه يعني من يعني الاميل ده مين اللي بعته والsubject اللي هو الموضوع موضوع الاميل يبقى to معناها الى و from معناها من و subject الموضوع to الى from من subject الموضوع to الى from من subject الموضوع تعالوا الاول نعرف to الى الاميل ده مبعت لي مين هاعرف ازاي تيتشر بص كده هو بيقولك ايه في الاول write an emailed اكتب ايميل to your friend لصحبك لصديقك سامح يبقى انا كده عرفت الايميل ده مبعت لي مين يبقى اول حاجة ياولاد لازم تعرف لي الايميل ده مبعت لي مين تقرأ بالراحة هو بيقولك ان انت هتكتب ايميل to your friend سامح لصحبك سامح طب يا ترى يا تيتشر كل ايميل هيبقى مكتوب بنفس الصغة دي لأ طبعا لأ ممكن يقولك انت هتبعت الايميل ده المين بس يقولك في الاخر مش شرط في الاول المهم ان انت تقرأ بتماعون علشان تعرف الايميل ده هيبعت لي مين خلاص يا تيتشر انا عرفت دلوقتي ان الايميل ده هيبعت لي سامح لانه بيقولي to to اهيه اللي معناها ايه لا اللي هي تحت اهي to your friend سامح يبقى انا هبعته لسامح طب هيا تيتشر هكتب سامح بس قالك لأ انت هتكتب الايميل ادرس كله بتاع سامح اللي هو ده samah81.yahoo.com وبناء عليه انا كتبت الايميل بتاع سامح هنا هو جنب كلمة ايه ولاد جنب كلمة to طيب تعالى عند الحاجة التانية او الجزئية التانية اللي هي from from معناها ايه from معناها من يعني الايميل ده مين اللي بعده اللي هو انا اسمي انا يبقى هتكتب الايميل التالي لانه هو عندك ايميلين انت كتبت واحد بتاع صاحبك يبقى الايميل التالي اللي هو بتاعك اللي هو imad65athotmail.com عايز تتأكد ايه تيتشر عايز اتأكد بص كده بيقولك ايه your email address يعني الايميل ادرس بتاعك انت is imad65athotmail يبقى from يا ولاد اللي هي معناها من انا بكتب جنبيها الايميل ادرس بتاعي انا هو هيعرفك وهيقولك your email address يبقى ال subject او الموضوع الموضوع عندك هيبقى فوق برضو في العنوان بيجي غالبا بعد كلمة about لان اباوت معناها عن عن ويروح اجابلك اسم الايه الموضوع فبيقولك your sister who is a pest طبعا هنشيل اليور يا ولاد وحولها my sister who is a pest يعني اختي اللي هي pest او شخص ايه مزعج يبقى انا كده يا ولاد عملت اول 3 اساسيات عندي في الايميل to الايميل ده مبعوت لمين from من يعني مين اللي بعت الايميل ده وال subject او الموضوع بتاعي الايه الايميل طيب وبعدين قبل ما ابدأ بقى في تفاصيل الايميل بتاعي الاول هقول ايه dear سامح عزيزي سامح ايش معنى سامح يا تيت شار ما احنا قلنا سامح ده اللي انت بعتله الايميل بدليل اللي انت قايل to دو سامح الى سامح فبتقول ايه dear سامح عزيزي سامح وفي الاول كده بتبدأ بمقدمة لطيفة ظريفة قبل ما تخش في صلب الموضوع فهتقول له مثلا how are you كيف حالك ممكن تزود and your family وعائلتك i hope you are fine اتمنى اللي انت تكون بخير وبعد كده رحت الى له i want to tell you about يعني انا اريد ان اخبرك عن وتبدأ بقى تخش في الموضوع اللي انت هتتكلم فيه i want to tell you about i want to tell you about i want to tell you about انا اريد ان اخبرك عن وهقول ايه الموضوع بتاعي ايه بقى الموضوع بتاعي او الحاجة الضرورية اللي انت عايز تقولها له my little sister اختي استغيرة يبقى i want to tell you انا عايز اقولك او عايز اخبرك about my little sister عن اختي الايه استغيرة طيب اول جملة قلتها ايه she is a pest اول صفة وصفتها وهي اصلا موجودة عندي في الطابك او الموضوع بتاعي اللي هي مزعجة she is a pest هي مزعجة طب هي بقى عملت ايه سيدي عشان تقول عليها مزعجة عد معايا she always هي دائما bothers me بتدايقني كلمة bother يا ولاد معناها يضايق طب ليه قلت bothers علشان الفاعل عندي مفرد she always هي دائما bothers me تضايقني and my friends يعني مش بتدايقني انا بس لا دي بتدايقني وكمان بتدايق اصحابي يبقى دي اول حاجة علشانها او بسببها قلت ان هي بست مزعجة she always هي دائما bothers me and my friends بدايقني انا واصحابي طب ايه الحاجة التانية اللي بتعملها she follows me تتبعني طوال الوقت وليه قلت هنا follows علشان الفاعل عندي مفرد she follows me هي بتتبعني all the time طوال الوقت ايه تاني بتعملو she always هي دائما takes بتاخد my things اشيائي without asking بدون استئذان نقول هتاني يا اولاد she always هي دائما takes my things بتاخد اشيائي ليه قلت takes علشان الفاعل عندي مفرد ممكن تقول مثلا takes my dresses بتاخد فستيني takes my books بتاخد كتبي براحتك وياريتها بتستأذن لكن للأسف without asking بدون استئذان without asking بدون استئذان my mother امي tells me بتخبرني to be ان اكون patient صبور my mother امي tells me بتخبرني to be ان اكون patient صبور لقلنا tells علشان الفاعل عندي مفرد واخر جملة كتبتها it's not fair يعني دا مش عدل هذا ليس عدلاً it's not fair it's not fair وبعد ما بتخلص الايميل بتاعنا ياولاد بتوقع باسمك انت ما انت اللي بعت الايميل فهتقول ايه yours عماد بقى خلي بالك هنا انت قلت دير سامح الشخص اللي انت بعتله لكن لما بتخلص الايميل بتكتب او بتوقع باسمك انت بقى ان انا اللي بعت عماد يعني عماد هو اللي بعت وخلوا بالكم ان yours عمادي بتكتب تحت هنا لكن انا عشان بس مش عندي مكان فكتبتها ايه في الجزئية دي بكدنا نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة زي ما قلت لكم هو فيديو قصير جداً جداً لو حس الموضوع صعب عليك شغل الفيديو مرة تانية واسمعوا كده بتأني وان شاء الله الموضوع هيبقى سهل بالنسبالك اشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام عليكم شكراً لكم